في سؤال بيقول اني حد سمع اني اكل لحم الجمل بينقض الوضوء هذا ليس هو المفتبي لكن المفتبي اني من اكل وطبعا ورد في الاحاديث وبعض المذاب الفقهية زيست ده حنبي له غيرهم قال من اكل جزور فليتوضى من اكل جزور فليتوضى احنا بنفتبي اني ده ليس من نواقض الوضوء اني ده ليس من نواقض الوضوء وعليه اذا اكل هذا اللحم فإلا حاصل فلا يجب عليه ان يتوضى احنا عندنا نواقض الوضوء زي مثلا نواقض الوضوء عند السادة الشفعية ست حاجات ليس منها اكل اللحم الجزور في عندنا خروج شيء من السبيلين مثل مرأة الاجنبية بغير حائل في عندنا غياب العقل زوال العقل بسكر او بمرض عندنا النوم على هيئة غير المتمكن مس الفرج مس حلقة الدبر كل دولة ليس منهم اكل اللحم الجزور ليس منهم اكل اللحم الجزور ولكن يبقى اذا من اكل اللحم الجزور احنا عندنا نسموها اللحم الجملي او ساعة نسموها اللحم البلدي اللحم اللحم دي لا ليس عليه ان يتوضى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة